السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أحبائي في قناتكم إيكو جنيرا مستوى ثاني أنشطة النغة العربية مرحلة نشيط المستلزامات أسبوع ثالث اليوم الأول نشطة فيادينا نشيط الوطني إملاء على الألواح منبت الأحرار هنا مدد حمزة الوصل في الكلمة التي هي القمرية والشمسية منبت الأحرار مشترق الأنوار منتدى السؤدد وحما دمت منتدى وحما عشت في الأوطان للعلاعوان ملأ كل جنان ذكر كل لسان بالروح بالجسد هبفتك لبنداك في فامي وفي دمي ها واكثر من وضع هذان صغير حرف العين حرف العين لا يوجد حرف العين لنقطة غابة حرف العين غابة يشتعلها حرف العين تعيش حرف العين في وسط الكلمة مشغول حرف العين في وسط الكلمة كتبها في الألواح غابة ثم اشتعلت نكتبه في الألواح نرفعها تعيش نكتبه في الألواح ثم مشغول نكتبه في الألواح جيد فزعت رعد تغش مشغل إذن لاحظوا الصورة وتعبر عليها ماذا يفعل هذا الرجل؟ الرجل يخبض النار بالماء ماذا تقول عن هذه البنت زبا؟ ماذا تفعل؟ النجدة الندى فهي تستغيت إذن البنت تستغيت بماذا تشعر هذه الفتاة؟ في الصورة كبالك فزعت الفتاة لأنها واحدة في الغابة فتشعر في خوفه فزعت بماذا سنصف هذا الكلب؟ كلب وفي كلب وفي ماذا تفعل الذئاب؟ فالذئاب مجموعة وكلب غير واحد إذن يتوحى نقولوا الذئاب تحاصل الكلب هنا الغابة كثيفة يعني كثيرة الأشجار كثيفة صفين؟ فكية الصديق الوفي الصديق الوفي في غابة كبيرة كانت الحيوانات تعيش في أمن ووئام في يوم من الأيام اشتعلت شرارة نار في الأشجار الكثيفة بسبب صاعقة رعدية انتشرت النار بسرعة وأحرقت الأشجار انبعث دخان كثيف وامتلأت السماء باللهب رأت الزرافة الحريق يقترب منها فازعت وحاولت الهروب لكنها لم تجد طريقاً لقد حاصرتها النيران من كل جانب نادت صديقها يا فيل انقذني ولكنه لم يسمعها لأنه كان مشغولاً بإنقاذ الحيوانات الأخرى كان يستخدم خرطومه الطويل كمضخة ماء ليطفئ النار ويخرج الحيوانات من تحت الأشجار المشتعلة فجأة سمع الفيل صوت الزرافة تستغيث أسرع إلى مكانها وقام بإخماد النار بخرطومه كانت الزرافة خائفة ومصابة ساعدها الفيل على الخروج بسلام فرحت الزرافة لأن صديقها أنقذ حياتها وشكرته على وفائه وشجاعته تكررت كلمات الأشجار كم مرة؟ الأشجار تكررت ثلاث مرات ما الذي أنقذ الزرافة؟ ما الذي يقولون أن قد الزرافة؟ ألف؟ ألف ألف إذن قرأ الكلمة سعادة غيظ ضاع الغذاء سارع صوغ عظمة تنمية تنمية طلقة كانت الحيوانات كانت الحيوانات تعيش ثم توصف الكلمة كانت الحيوانات تعيش في أمن كانت الحيوانات تعيش في أمن وسلام كانت الحيوانات تعيش في أمن وسلام ونحن نفسع الكلمة إذن شيء كانت الحيوانات تعيش في أمن وسلام أو وآمن تعلمت اليوم الحكاية سنت لها وفي أخمض حاصر فزعت كثيفة تستغير ثم حرف العين وحرف الغين ع غن ع غن عن حتوف المنصي صفا ستا عن كلمات تضمان حرف العين وحرف الغين صبي في الصديق الوفي إذا ننتهي الحكاية لا تنسوا تشارك في القناة ودعمنا بلايك دمتوا في العيتي إلى اللقاء موسيقى موسيقى موسيقى